السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أحبتي في الله إنما كنتم وطيبتم وطابا ممشاكم وتبواتم من الجنة مقعدة وهذه حلقة جديدة من حلقات تزكية النفس كان معنا الحلقة السابقة الجمعة السابقة الجزء الأول من موضوع العصبية الغضب ووقفنا على آثار الغضب النقطة السابعة اللي هو الغضب يمنع كثيرا من منافع الدنيا الغضب أحبتي حالة من الصخط التي تغلي داخل الفكر والنفس وتعكر المزاج تؤدي إلى النفور الغليان بالدم والقلب والفكر هذا يسبب الأذى للنفس وللغير ومما يقلل من التقبل والتعاون وحتى المجالسة للشخص الغضوه لذلك يجب على الإنسان حل المسائل التي سببت حالة الصخط والغضب بطريقة من الهدوء والحكمة والاتزان حتى لا يبقي نفسه عرضة مستمرة للغضب والانزعاج بل على العكس عندما يضع الحلول للغضب سيرتاح هو راح يرتاح سيخرج للسكينة ويشعر بالرضا والطمأنينة وهذا يعني بهذه الطريقة يتحلى بالهدوء والاتزان وضبط الانفعالات هذه بس مقدمة بسيطة لهذه الحلقة هي الجزء الثاني من العصبية أما النقطة التي وقفنا عدها في الحلقة السابقة كما ذكرت لحضراتكم الغضب يمنع كثيرا من منافع الدنيا قال ابن حجر ومن تأمل هذه المفاسدة عرف مقدار ما اجتملت علي هذه الكلمة اللطيفة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تغضب من الحكمة واستجلاب المصلحة في درء المفسدة مما يتعدر إحصاؤه والوقوف على نهايته وهذا كله في الغضب الدنيوي لا الغضب الديني كما ذكرت لحضراتكم ماذا قال ابن رجب يتحصل أمرين مهمين جميلين من كلمة لا تغضب الحلقة السابقة اللي ما شافها خليه يشوفها الله تعالى يرضى عنكم وقفنا على كلمة لا تغضب ثامنا الغضب يؤثر على صحة الإنسان ايه نعم الغضب يؤثر على صحتك وانت ما تعرف بنفسك وانت عد تأذي نفسك وانت عد تدمر نفسك وانت عد تنخر بنفسك من خلال غضبك وربما كان سببا لأمراض صعبة مؤدية إلى التلف ورح أعطيكم هالشكل ملخص عن أهم أضرار اللي سويها الغضب العصبية أمراض القلب القلب هو أكثر عضو يتأثر بالغضب فبسببه يمكن أن تزداد سرعة ضربات القلب لتتجاوز الحد الطبيعي ومع استمرار الغضب ستزداد سرعة النبضات التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية ومن الجدير بالذكر أثناء الغضب يرتفع في الجسم هرمونات الكاتيكولايمين ومن الجدير بالذكر أحبتي في الله أثناء الغضب يرتفع في الجسم هرمونات الكاتيكولايمين الخاصة بالاستجابة للضغط والتوتر وهرمون نورادرينالين الخاص باستثارة الخلايا العصبية في الجسم أربعة أضعاف النسبة الطبيعية في الدم وقد يسبب الارتفاع في الهرمونات السابقة لحدوث ضرر في عضلة القلب في الأجل القريب والبعيد ويؤدي أيضا إلى ترسب الكوليسترول على جدران الشرعين طبعا الآن تعرفون أكثر الناس وبس رح سيفحص كوليسترول تعرفون ليش أشقد ما أنه عصبية وتأكل بنفسه يا أخي ارتاح يا أخي لا تغضب هذه الوصية النبوية العظيمة لا تغضب وما في شيء مستهد إلا اللي ذكرنا الغضب لله والانتهاك حرومات الله سبحانه وتعالى هذا الغضب الممدوح اللي مر معنا هذا أولا شنو أولا أمراض القلب ثانيا اضطرابات النوم والله يا أسأل أي واحد تسأل يقول لك والله أنا ما أنام أسهر ما أنام أرق ما يجي لنوم أثناء الغضب تحدث اضطرابات في بعض الهرمونات في الجسم مما يؤدي إلى حدوث مشاكل في النوم وفي حال أفوان وفي حالة عدم أخذ الجسم القصط الكافي من الراحة فسوف يكون أكثر عرضة لإصابة بالكثير من الأمراض من ناحية أخرى قلة النوم وعدم الحصول على ساعات نوم كافية وبجودة جيدة من شأنها يؤدي إلى انخفاض القدرة على التركيز مسببا في التراجع الأكاديمي للطلاب والمهني للعامل شوفوا الطلاب من يجي قاد بالصف؟ الثوب تجي نومته ما نعم والموظف نفس الحالة وقلة التركيز قلت لك ما مركز ما مركزاني ثالثا ارتفاع ضغط الدم من أضرار الغضب على الصحة لإصابة ارتفاع ضغط الدم حيث عندما يتعرض الشخص إلى حالة غضب أو توتر يقوم القلب بضخ مزيد من كميات الدم وبالتالي يشكل هذا الكم حمل زائد وغير معتاد على الأوعية الدموية ونتيجة لهذا قد تزداد فرص الإصابة بأمراض القلب الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم من خلال العصبية ما لتك يا عصبي رابعا مشاكل في الجهاز التنفسي الأشخاص المصابون بأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو لا يستطيعوا التنفس بسهولة في حالة الشعور بالغضب رأسا شوفوا يغتنق هذا الأمر من شأنه أن ينعكس سلبا على حالتهم الصحية وضعهم في خطر الإصابة بنوبة الربو صداع الرأس هناك ناس رأسا أول ما يستطيع الرأس ما يقول لك رأسي رأس الأحين فجر الغضب يزيد من توسع الأوعية الدموية في الرأس وزيادة تدفق الدم فيها مما يؤدي الإصابة بالصداع الحاد كما أن الغضب يؤدي إلى حدوث انقباض في بعض عضلات الرأس والرقبة مما يتبعه شعور بأن هناك حزام مشدود حول الرأس شوف كل شوية وواحد يسوي هالشكل كل شوية ويمسك وكذا ومعرف يش ليش تغضب سادسا السكتة الدماغية تحدث السكتة الدماغية عندما تتمزق الأوعية الدموية في الدماغ مما يعيق إمدادات الدم إلى جزء من الدماغ وهذا يمكن أن يحدث في حالات قليلة من الغضب الشديد ليس هذا وحسب فالإصابة بالسكتة الدماغية يمكن أن تؤدي لحدوث شلل فوري في الجسم وكثير من الناس تعرفون لما يقول لك جلطة أكثر الناس لما يعني أنا كنت في تركيا وذهبت هناك للإلاج لمدة شهر وهذا كان مركز تأهيل يعني علاج في زيائي وأكثر الناس اللي شفتهم الله يبارك لي فيكم ويا رب يسال الله أن يشفيهم ويشفي كل مريض يا رب العالمين مصابين بالجلطة اللي هي نصف جلطة يعني أنه نصف الجسم يكون مشلول ويقف وما يتحرك الإيد والرجل بحب وجه أحكي له أحكي لي بصراحة قال والله تعصبت جدا تعصبت 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 أريد واحد يقل لي والله أنا كنت مثلا أكل الدهين والحلويات ومعرف إيش وكذا يعني نادرا ما تجد هذا الأمر هذه كلها يعني تعززها هذه الأمور أنه نعم إذا أنت أفرضت من هذه الأمور ماهتميت بنفسك ونرجع إلى الهدي النبوي في الأكل والشرب أنه إحنا أم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع أو لا نشبع يعني لا نشبع بطوننا هذه مهمة جدا وأكثر الأكل الموجود الآن حقيقة أكل مسموم وطبيعي وصحي يعني أبدا فلازم أنت تنتبه على أكلك وتأكل الأكل اللي هو بعيد عن الصناعي وتلتزم بالأكل الطبيعي وإن شاء الله أمورك تمام وماشية وما تكثر من الأكل والطعام وانظر إلى حياة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من خلال السيرة وما ذكرت في السيرة كيف كانوا يأكلون كيف كانوا يشربون ممكن أن تمرأي وحدة باليوم كله تتذكرون ولا نسيتون سابعا تأثيرات سلبية على الجلد حينما تشعر بالتوتر والغضب يقوم الجسم بإفراز الكورتيزون بالإضافة إلى هرمونات أخرى تزيد من إنتاج الدهون التي تظهر على الجلد على هيئة حبوب وتسهل تسلل المواد المسببة للحساسية إلى الجلد مثل الالتهابات الجلدية والصدفية وما شابه كما أن الغضب الزائد يؤدي إلى تقليل كمية هرمون الكلوغورتيكويدات الذي يساهم في تكوين الكولناجين الهام للبشرة وبهذا تزداد فرص ظهور التجاعيد مبكرة والآن أحبة الأكارم اعلموا أن للغضب ثلاث درجات الأولى أن يكون الغضب عاديا لا يوصف بالشدة كسائر الغضب الذي يقع بين الناس والثاني الدرجة الثانية أن يشتد الغضب حتى يزول معه الشعور ويصير صاحبه كالمعتوه والمجنون والسكران الثالث ما بين ذلك وهو أن يكون اشتد به الغضب لكن لم يفقد شعوره بل عنده شيء من الإحساس وشيء من العقل والناس في قوة الغضب كما ذكرت لحضراتكم في المحاضرة السابقة على درجات ثلاث إفراط وتفريط واعتدال فلا يحمد الإفراط فيها لأنه يخرج العقل والدين عن سياستهما والتفريط في هذه القوة أيضا مذموم لأنه ما رحب قال لا حمية ولا غيرة إذا فرطت أنت بهذا الموضوع أصلا ومن فقد الغضب بالكلية عجز عن رياضة نفسه إذن الرياضة إنما تتم بتسلط الغضب على الشهوة فيغضب على نفسه عند الميل إلى الشهوات الخسيسة ففقد الغضب مذموم فينبغي أن يطلب الوسط بين الطريقين لا إفراط ولا تفريط واعلموا أنه هناك عدد كبير من أنواع الغضب وأورد لكم منها المهم اللي هو الغضب المزمن العصبية المزمنة وهو ذلك النوع من الغضب الذي يستمر إلى مدة طويلة للغاية وهو عادة يأتي على شكل نوبات من الأشخاص الآخرين أو حتى اتجاه نفسه والآخرين الغضب المتقلب وهو أيضا أحد أنواع الغضب التي تأتي بشكل مفاجأ وعادة ما يأتي ذلك النوع من الغضب بعد الهدوء وهنا يظهر الشخص على أنه تلك القنبلة الموقوطة التي يمكن أن تنفجر في أي وقت هذا الغضب المتقلب الغضب الحكمي وهو غضب يكون كردفعل بشكل طبيعي للغاية وهو عادة ما يكون ردفعل يستدعي الغضب وعادة ما يكون الشخص معتدل في غضبه وغير مقلق الغضب السلبي هو ذلك النوع من الغضب الذي عادة ما يكون مكبوت ولا يظهر ذلك النوع من الغضب للأشخاص الآخرين هذا السلبي هذا اللي تأكل بنفسك من جو أنت لازم أنت تعيش في سلام داخلي لأنه أنت لما كبدت وما تقدر تطلعه قد تكون أنت مثلا هذا الغضب السلبي ما تقدر تطلعه أمام مثلا مديرك مثلا المرأة مع زوجها زين ممكن يأذي يضرب ونسأل الله أن يهدي رجال المسلمين إلى الأخلاق المحمدية يا رب العالمين في التعامل مع زوجاتهم الله يرضى عنكم فهي تغضب من جو تكبت من جو ولهذا تشوف اليوم الكثير من النساء نسأل الله العفو العافية مريضات لأنها تكبت في نفس هذا الغضب السلبي وما تقدر أنه تتكلم به لأنه إذا تتكلم به ممكن يضربها ممكن يآذيها ممكن ممكن وكذلك الموظف مثلا مع المدير ما يقدر يتكلم شي ممكن يعني إذا تكلم رح يخسر وظيفته يعني يبقى المدير والناس رح يصدق المدير ما صدق الموظف وإن كان الموظف هو صاحب حق هذا الغضب السلبي والذي يؤدي إلى أمراض جسيمة بداخلك أنت أنت عدتاكل وتنخرب من نفسك من جوه في دربالك حتى أنت دائما تعيش في سلام داخلي وأولا وأخيرا صحتك الغضب الانتقامي خامسا وهو عادة ما يكون بسبب بعض المواقف القديمة المتراكمة وهي تكون وتكون اتجاه شخص واحد بعينه تنتقم النوع السادس الغضب من النفس وهو ذلك النوع من الغضب الذي يكون بسبب بعض الانزعاج بالشخص نفسه هو الشعور الدائم بالفشل وعدم الأهمية أنت ما تنفعل شي أنت كذا أنت غضبا من نفسك نزين فلازم دائما تكون في تصالح مع نفسك نزين وأنه أنت الله خلقك أنت إذن تقدر أن تعمل شي لكنه يجب أن تعيد أفكارك وتشوف نفسك وين ممكن أنه أنت تبدع الله يرضى عنك لا تحصر نفسك في مكان واحد قد تتصور بأنه فلان أبدع في هذا المكان وأنت تريد تبدع من هذا المكان فلما ما تبدع بهذا المكان تلوم نفسك تنضب على نفسك ويسبب لك إحباط شديد جدا وممكن أمراض أنت مخلوق من قبل الله عز وجل العظيم وأكيد إبداعك رح يكون في مكان ما لكنه بعد ما كشفت نفسك ما شرط أن يكون في المكان اللي أنت كنت تشوف لان أبدع من عنده زين جرب في مكان آخر بطريقة أخرى ولا تغضب من نفسك ولا تجلل ذاتك لأنه قد يؤدي إلى عواقب وخيمة ممكن أن تؤدي إلى الاكتئاب ويشتد عندك وممكن يؤدي إلى الانتحار والعياذ بالله زين كيف نعالج الغضب؟ كل ما مر معنا في الحلقة السابقة الجزء الأول من الغضب وهذا الجزء أنا أريد عالج الغضب فلابد أنه نتبع نصائح وإرشادات ونبدأ أنا أولا أنا عن نفسي أشتغل عليها أنا ما أريد أن أعيش هذه الحالة حالة مزرية اتبعدني عن الله سبحانه وتعالى اتبعدني عن الناس أكره بها نفسي أعذي فيها نفسي فيها أضرار جسمانية فيها أضرار صحية فيها أضرار مجتمعية فأنا ليش أضل عايش بهذا الأمر أولا واتبهوا الله تعالى يرضى عنكم تغيير الحال قال ابن مفلح ويستحب لمن غضب أن يغير حاله فإن كان جالسا قام وارطجع وإن كان قائما مشى وقد قيل في الحكمة من ذلك أن القائم متهيئ للانتقام ما أخذ الوضع تتذكرون بالحلقة السابقة ما أخذ الوضع يريد يضرب يريد يسوي يتهيئ والجالس دون ذلك المضطجع أبعد عنه لذا كان تغيير الحال للتباعد عن حالة الانتقام أنت خذها ببالك أنت الآن لعد تسمعني وعندك العصبية هذا خليه قاعدة عندك أنه أنا من أتعصب أنت عقلك معاك بعد للبداية فأنت هذا الأمر رح يعصبني هذا عصبني فإذا أنت كنت توقف أقعد وإذا كنت تتقاعد اتتجع حتى تبتعد عن أي تهيئ للانتقام للعمل الذي أنت ممكن تقوم به خليها ببالك هذه النقطة حتى تشتغل عليها أنت مع نفسك زين ولهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفتن إن القاعدة فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي تغيير الحال خليها في بالك يا عصبي يا عصبية زين ثانيا الالتزام بوصية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عدم الغضب ما قال جاء إليه الرجل زين أنا يعني أمرني رسول الله يعني لا تغضب نهاني نهاني هنا نهي لا تغضب فأنا أريد أن أطيع فردد مرارا وتكرارا لا تغضب لما أوصى لما قال ذاك الرجل أوصني زين ومر معانا الله يبارك فيكم ثالثا ضبط النفس عن الاندفاع بعوامل الغضب فإن الغضب إذا ملك ابن آدم كان الآمر والناهي له من هو الآمر والناهي الغضب زين إذا ملك الغضب ابن آدم كان الغضب هو الآمر والناهي له ولهذا المعنى قال الله عز وجل ولما سكت عن موسى الغضب ولما سكت عن موسى الغضب فإذا لم يمتثل الإنسان ما يأمره به غضبه وجاهد نفسه على ذلك إن دفع عنه شر الغضب وربما سكن غضبه وذهب عاجلا فكأنه حينئذ لم يغضب وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة في القرآن العظيم بقوله عز وجل وإذا ما غضبوهم يغفرون وبقوله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ألا تريد أن تنال هذه المرتبة الإحسان وأن تكون من الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى لأنك لا تغضب لأنك كضمت غيظك الله تعالى يرضى عنكم الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر من غضب بطعاطي أسباب تدفع عنه الغضب وتسكنوه ومنها الاستعاذة فعن سليمان ابن صرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورجلان يستباني يعني يتشاتمون فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد وقال الغضب والشهوة جمرتين من نار في قلب ابن آدام أمر أن يطفئهما بالصلاة والاستعاذة من الشيطان الرجيم كما قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنما يحمل عليه شدة الشهوة وهذا إنما يحمل عليه شدة الشهوة فأمرهم بما يطفئون به جمرتها وهو الاستعانة بالصبر والصلاة وأمر تعالى بالاستعادة من الشيطان الرجيم عند نزغاته والمقصود أنه سبحانه وتعالى أرشد عباده إلى ما يدفعون به شر قوتين الغضب والشهوة في الصلاة والاستعادة خامسا هذه شوية صعبة لكن تحتاج يعني أنت الشكل تسك على أسنانك السكوت قال ابن الرجب عن السكوت وهو أيضا دواء عظيم للغضب لأن الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضب غضبه كثيرا كم واحد من عدكم يا عصبيين ويا عصبيات طلعت من عدكم أخوات وندمتم عليها وبعدين جيتم تتوسلون بالشخص اللي أنتم حكيتم عليه أنا آسف وأعتذر آسف وأعتذر وخليتم ناس تتوسط بقيناتكم لأن أنا قلت كلام ما كان لازم أقوله سبيتك شتمتك تقلمت بكلام فاحش فليش أنت تكون هالشكل بهالمذلة ليش تهين نفسك ليش تهين نفسك من خلال لسانك وما يصدر عنه ليش تهين نفسك المسلم لا ينبغي أن يذل نفسه فليش تذل نفسك بالغضب ليش تذل نفسك بأن تطلع من عندك أقوال وكلمات والعياذ بالله وأنه المسلم لا بالنعان ولا بالطعان ولا الفاحش ولا البذي ليش تعمل هالشكل بحالك زين كم واحد من عندكم كثيرين أسأل الآن رح أقول ايه والله أنا يا ما اتعصبت وتكلمت كلام وبعدين جاء تتوسل واعتذر حتى يسامح للي أنه أنا تكلمت وسبيت وسبيت أبو وسبيت أمه من السباب وغيره مما يعظم ضرره هذا إذا أنت إذا ما ضربته ولا ومصيبة أنه ممكن أنه تصل إلى حد أنه تفقع عينه أو تعمله فتعاه أو فتشي وتعال بعد الدخل العشائر إذا ما صفت بين العشائر حتى ينتهي الموضوع أنه تدخل الدولة والقانون وأنه تنحكم وتنسجن يا أنا سويت بحالي لحظة غضب ماذا فعلت أنا بروحي فإذا سكت زال هذا الشر كله عنه خلي يحكونا منه خلي شوف سكت جبان أنا جبان تذكر وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهل ونقال سلام خذ العفو ومر بالعرف وأعرض عن الجاهلين يقول عني جبان أنا جبان ما لك شغل بهم هو يستفزك بعد أكثر جبان احكي احكي يا جبان احكي ما عندك تحكي تحكي ما لأنه الحق عليك هو الحق ما عليك هو الحق عليه هو فريدي قدام الناس يبين بأنه الحق عليك ولأنه أنت ساكد فريدي ينطقك بالقوة وشوف الشيطان وين شوف شون ترتيب فعدت إذا سمعت هذا الكلام اسكت بعدها في شهرين أو ثلاثة سيرفع الناس بأنه كان الحق معك الله يجيب لك حبك صدقوني والله الله يجيب لك حبك لا تخلي يستفزك بالكلام الذي يقول لك اياه او واحد من الناس الموجودين احكي احكي معي يقول كذا 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 التزم الصمت السكوت وما أحسن قول مورق العجلي رحمه الله ماذا قال ممتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إذا رضيت ها خليها عندك قاعدة ليش سجل هذه عندك ممتلأت غيظا قط هذا رح يعيش في سلام داخلي صحة وعافية اكثر امراضنا الموجودة احنا اليوم من الغضب العصبية تريدون ما تريدون ولهذا ليش انا سويت حلقتين لانه انا اريد اركز بيها الله تعالي يرضى عنكم شوفوا اكتبوها هذه سجلوها عندكم اكتبها بلاوحة وخليها قدام عينك ممتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إذا رضيت وكثير من عندكم تندمون بالعصبية لما ترضون قل آخنا شون تكلمت هذا الكلام وين كان عقلك الناس ما تريد التسكية اليوم المسلمين شوفوا بالنسبة لكم شوفوا المشاهدات مشاهدات ما تسكية شو رأي التسكية ليش لأنه تعرفش أسوي مثل الجراحة الساتلان وعد أسوي لكم طرع عمليات بدون بنجاني ليش على التوجع لأن بالبنج ما رح تحس بالوجع خمس ساعة سس ساعات العملية ما تحس بالوجع تقعت وبعدين يمطوك مسكن وما تحس بكل شيء أنا عاد أسوي لكم عمليات جراحية بلا بنج ولهذا ما حد يتحمل أنه يسمع هذا الكلام الموجع إلا من صدق مع الله سبحانه وتعالى بأنه يريد أن يرضي الله سبحانه وتعالى قاعد الآن وقاعدين أنتوا الآن تسمعون هذا الكلام وعم تتوجعوا لأنه أنت تريد تصلح من نفسك وما كل الناس تريد تسمع كلام موجع الناس تحب الثناء والمدح السادس من العلاج أن يذكر الله عز وجل فيدعوه ذلك إلى الخوف منه ويبعث الخوف منه على الطاعة له فيرجع إلى أدبه ويأخذ بندبه قال الله تعالى واذكر ربك إذا نسيت قال عكرمة يعني إذا غضبت وقال سبحانه وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعذ بالله ومعنى قوله ينزغنك أي يغضبنك فاستعذ بالله إنه سميع عليم يعني أنه سميع بجهل من جهل عليم بما يذهب عنك الغضب سميع بجهل من جهل عليم بما يذهب عنك الغضب قال محمد بن عطية السعدي لابنه عروة لما تولى اليمن إذا غضبت فانظر إلى السماء فوقك وإلى الأرض تحتك ثم عظم خالقهما سابعا أن يتذكر دائما ما يأول إليه الغضب من الندم ومذمة الانتقام وبعد ذلك مذمة الناس والابتعاد من الله سبحانه وتعالى وغضب الله سبحانه وتعالى والناس ستتحاشاك تتحاشا الغضب ما تريد أنه عوذب الله أسوأ الناس مكانة يوم القيامة الذي بما معناه الحديث تخاف الناس اتقاء شرهين عصبي كذا ظالم يتكلم فتريد تكون بهذه المكانة أنت ثامنا أن يذكر إن عطاف القلوب عليه وميل النفوس إليه فلا يرى إضاعة ذلك بتغير الناس عنه فيرغب في التآلف وجميل الثناء الناس رح تنفر من عندك العصبي ما أحد يحبه يعني حتى الزوج اللي هو الزوج بالبيت شوفوا أولاده يكرهه والزوجة تكرهه بس ما يقدروا نقولون هذا أبونا ما نقدر بس في داخلهم هناك كره تحب يا رجال أن تكون بهذا المقام أقرب الناس إليك يكرهوك بس ما يقدروا يقولون أنا أكرهك المرة ما تقولون أنا أكرهك بس هي تكرهه وتتمنى له أنه يموت اليوم قبل بكرة كم من زوجة تتمنى أن يموت زوجها لأنه سيء الخلق عصبي شديد والعياذ بالله ما أحد يقدر يتكلم معه والأولاد نفس الحالة زين فتذكر بأنه أنت لما تموت يقولون الناس الله يرحمه تترك بصمة جميلة بخلقك أنت الله يرحمه الغضب ما ليس من الأخلاق الحسنة فما أحد رح يذكرك تعرف إذا تموت يا غمان لنشغل بي يلا راح حال سبيل وكذا بس يدون يصرفون أما لما يذكروك الله يرحمه كيف كان إنسان حليم أنيس لطيف رقيق رفيق لين سهل لين تاسعا أن يحذر نفسه عقبة العداوة والانتقام الغضب يؤدي إلى العداوة والانتقام أنت اليوم غضبت على واحد ترأ أنت هذا الاحد ما عنده عشيرة ممكن أنه هذو كهمReal عندهم من الجاهلية ما عندهم ويجون وممكن أن تطور المسألة من شغلة بين وثنين صارت بين وثنين وبين قبيلتين وتكبر المسألة وممكن يؤدي إلى أنه هذا يقتل من هذا وهذا يقتل من هذا وهذا يقتل أثنين وهذا يقتل أربعة وهذا يقتل ستة وهذا يقتل كأنه عبالك نحن بدخلين مزات أهم يقتل أكثر ويشمر العدو في هدم أعراضه ويشمت بمصائبه فإن الإنسان لا يخلو من المصائب فيخوف نفسه ذلك في الدنيا إن لم يخف الآخرة فأنت خوف نفسك أنت تحذر نفسك دائما من العقوبة طرح عقوبتها وخيمة زين انتقام عداوة شماتة الناس تضحك عليك الناس تقشمرك الناس تحكي عليك بالمجالس فخاف أنت ما خوفت نفسك بالآخرة خوف نفسك في الدنيا أن يحذر نفسه عقبة العداوة والانتقام نتيجة الغضب عاشرا أن يتفكر في قبح صورتي عند الغضب ياريت أنه أنت لما تغضب واحد يصورك وتشوف صورتك أنت لما غضبت تتحولت حاشاكم مثل الثورة الهايج أحكي لكم مياه بصراحة زين عبوسا قم طريرا ياريت تفكر بصورتك وقبح صورتك لما أنت صرت غضبا الحادي عشر هذا أيضا من الرادع الذي يردعك أنه أنت ما تغضب حادي عشر أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام مثل أن يكون سبب غضبه أن يقول له الشيطان إن هذا يحمل منك على العجز والذل والمهانة مثل ما قلت لكم إياها وصغر النفس وتصير حقيرا في أعين الناس فليقول لنفسه تأنفين من الاحتمال الآن ولا تأنفين من خزي يوم القيامة والافتضاح إذا أخذ هذا بيدك وانتقم منك وتحذرين من أن تصغري في أعين الناس ولا تحذرين من أن تصغري عند الله تعالى وعند الملائكة ها من قلت لكم بأنه واحد يقول لك ها جاوب كذا معرف إيش ترى أنت إذا ما تجاوب صغرت بعين الناس ويحفسوك بأنه أنت تطلع من طريقك حتى أنت تعصب مقابل هذا الذي تعصب وعصبية مقابل عصبية فأنت تحذر من أن تصغر بعين الناس قالوا جبان ما جاوبوا ولا تحذر من أن تصغر عند الله سبحانه وتعالى وعند الملائكة والنبيين خذ العفو ومر بالعرف وعرض عن الجاهلين ثاني عشر أن يعلم أن غضبه إنما كان من شيء جرى على وفق مراد الله سبحانه وتعالى لا على وفق مراده فكيف يقدم مراده على مراد الله تعالى ليش تغضب؟ هذا الأمر اللي صار وفق مراد الله أم على غير ذلك أم على غير ما أراده الله ستقول وفق مراد الله إذن لماذا تغضب؟ فكيف تقدم مرادك على مراد الله سبحانه وتعالى إذا أنت مسلم ونقي وتقي ومطيع وخاضع ومتذلل وخاشع لله ثالث عشر أن يذكر ثواب من كظم غيظه قال سبحانه وتعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين قوله تعالى والكاظمين الغيظ أي إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب غيظهم وهو امتلاء قلوبهم من الحنق الموجب للانتقام بالقول والفعل الانتقام قد يكون بالقول والفعل تشهير بالقول هذا أكبر انتقام تطعن فيه أكبر انتقام تتكلم فيه عرضه هذا أكبر انتقام وهذا ما نزل الله فيه من السلطان والفعل أن تؤذيه أو تسبب له عاهة أو ممكن يؤديه للقتل ناس الله العفو والعافية هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية تتذكرون بالحلقة الأولى خلق الإنسان مجبولا على الغضب والحلم إثميناتهم فكيفك أنت يا موتري ترجح الكفة عندك هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية بل يقضمون ما في القلوب من الغيظ ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم وقال يصبرون عن مقابلة المسيء إليهم هذا أساء وانت أساءت وبعدين رجع أساء وبعدين أنت أساءت فمتى تنتهي الإساءة أنا أسألكم بالله عليكم نزيد انتبه وقال تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون أي قد تخلقوا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيام تذكرون لما حجيت لكم عن ابن رجب لما تكلم عن لا تغضب فيها أمرين الأول بأن أنت تتخلق بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيام وصار الحلم لك سجية وحسن الخلق لك طبيعة حتى إذا أغضبهم أحد بمقالة أو فعل ما كضموا ذلك الغضب فلم ينفذوه بل غفروه ولم يقابلوا المسيء إلا بالإحسان والعفو والصفح فترتب على هذا العفو والصفح من المصالح ودفع المفاسد في أنفسهم وغيرهم بشيء كثير ترى يعني 70% 80% من الناس اللي أنت ما تجعوهم حال الغضب وأنه تعرض عنهم يندمون ويرجعون ويعتذرون من عندك ما غضبوا كذا أنت كسبت الكفة والبقية لا هذا اللي عنده النرجسية والعجب والأنا والأنفة لا الذي قلب الحق باطلا والباطلة حقا أنه اعتبر بأنه انتصر عليك لما تعصب وصيح وانت ظليه ساكت أمامه انتبه أما الباقي لا يجون يعتذرون لما أنت سكتت وما جاوبت بنفس العصبية وكضمت غيظك فيشعر على نفسه ويجي يعتذر من عندك وأنا تعديت عليك وأنا آسف واعتذر وقال ابن كثير في تفسيره للآية هذه الآية اللي مرت معنا أي سجيتهم وخلقهم وطبعهم تقتضي الصفحة والعفو عن الناس ليس سجيتهم الانتقام من الناس وقال عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصروا قال سعيد بن جبير هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر الله تعالى فيكضم الغيظة هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر الله سبحانه وتعالى فيكضم الغيظة رابع عشر التواضع فالذي يتواضع حتى يذهب عنه عزة النفس يسلم من شر الغضب وذلك لأن أعظم ما ينشى عنه الغضب الكبر راح يكون لنا وقفة مع الكبر إن شاء الله تعالى حبتي لكونه يقع عند مخالفة أمر يريده فيحمله الكبر على الغضب الكبر يعني إذا شوف الله يرضى عنكم أكثر للم يتعصبون عندهم هذه الصفة الذميمة الخسيسة الكبر أما التواضع لا يذهب عنده عزة النفس دي إنه ملاحظ يصيح عليك عزة نفسي ما تسمح لأنه يعصب علي خامس عشر والأخير من قضية العلاج يعني خمس عشر نقطة تريد اختار أي واحدة من عندهم الله تعالى يرضى عنك التخلق بخلق الصبر فلا بد من الصبر عند الغضب التخلق بخلق الصبر وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وأخيرا أحبة الأكارم خذوا هذا الحديث العظيم عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في قضية علاج الغضب وشوفوا هذه المكانة قال عليه الصلاة والسلام من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء شوف دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق أنت تستطيع أن تغضب وأن تنفذ الغضب وأن تفعل لكنك كظمت غيظك لأنك تذكرت الله عز وجل تريد التقرب إلى الله عز وجل زين؟ والله أنه الناس راح يقولون وما يقولون دعك دع عنك أمر الناس الناس تريد توديك المصيبة إلا ما رحم ربي الناس تريد تفرح تريد تشمت لا تفكر لي بالناس وبالناس وبالناس أترك الناس وأترك هذا الأمر اللي يقولون الناس خليك بإرضاء ربك سبحانه وتعالى راح أعطيكم نماذج من غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يغضب لنفسه عليه الصلاة والسلام وما كان ينتصر لها بل كان غضبه لله وحينما تنتهك حرماته شوفوا ماذا قال أحمد شوق وهو يذكر بعض أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق لا ضعن ولا بغضاء وإذا رضيت فذاك في مرضاته ورضى الكثير تحلم ورياء إليكم نماذج من غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعندما تنتهك حرماته عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي البيت قرام فيه صور فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور غضب على هذه الصور عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أتى رجلون النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الغداد من أجل فلان فمما يطيل بنا فيها قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليوجز فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة تخيلوا قال أتأخر عن الصلاة صلاة الغداد ليش؟ لأنه فلان يطيل الصلاة بنا وعن عبد الله رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي رأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بيده فتغيظ ثم قال إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة وعن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اللقطة فقال أرفها سنة ثم أعرف وكأها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها أي صاحبها صاحب اللقطة فأدها إليه قال يا رسول الله فضالة الغنام قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب قال يا رسول الله فضالة الإبل قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه ثم قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجيرة مخصفة أو حصيرة فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنهم فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فخرج إليهم مغضبا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئا كرهه فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه وقال تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا فذهب إليه فقال أبا القاسم إن لي ذمة وعهد اليهودي فقال أبا القاسم إن لي ذمة وعهد فما بال فلان لطم وجهي فقال لما لطمت وجهه فذكره الذي حدث فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى رؤية في وجهه الغضب يعني ثم قال لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى عليه السلام وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال رجل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال كيف تصوم فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد النبي نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه وعن نبي سعيد الخضري قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خضرها فإذا رأى شيئا يكره عرفناه في وجهه وعن عبد الله قال قسم قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رجل إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله قال فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فساررته فغضب من ذلك غضبا شديدا واحمر وجهه حتى تمنيت أني لم أذكره له قال ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر والآن أحبتي أعطيكم نماذج من غضب الصحابة ابن عباس رضي الله عنه قال قدم عيين بن حصن ابن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا فقال عيين لابن أخي يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه قال سأستأذن لك عليه قال ابن عباس فاستأذن الحر لعيين فأذن له عمر فلما دخل عليه قال هي ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل فأغضب عمر حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم قذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله معاوية خطب معاوية يوما فقال له رجل كذبت فنزل موضبا فدخل منزله ثم خرج عليهم تقطر لحيته ماء فصعد المنبر فقال أيها الناس إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار فإذا غضب أحدكم فليطفئه بالماء ثم أخذ في الموضع الذي بلغه من خطبته عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سب رجل ابن عباس رضي الله عنهما فلما فرغ قال يا عكرما هل للرجل حاجة فنقضيها فنكس الرجل رأسه واستحى أبو الدرداء أسمع رجل أبو الدرداء رضي الله عنه كلاما فقال يا هذا لا تغرقن في سبنا ودع للصلح موضعه فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه يا الله هذه الجملة انتبهوا عليها فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه يعني هو عصى الله ليش أنت تعصي الله أنت طيع الله سبحانه وتعالى أنت مسلم أو هو مسلم بس أنه ممكن أنه مسلم جاهل ما يعرف زين هذه أيضا خطها عندك وخليها هنا فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه أبو ذر قال أبو ذر رضي الله عنه لغلامه لما أرسلت الشات على على في الفرس قال أردت أن أغيظك قال لأجمعنا مع الغيظ أجرا أنت حر لوجه الله تعالى هذا حال الصحابة مع الغضب لأجمعنا مع الغيظ أجرا أنت حر لوجه الله تعالى من مننا الآن يفعل هذه الأفعال طيب خلونا نشوف شوية نماذج من حال السلف علي بن الحسين عن عبد الرزاق يقول جعلت جارية لعلي بن الحسين تسكب عليه الماء يتهيأ للصلاة فسقط الإبريق من يد الجارية على وجهه فشجه فرفع علي بن الحسين رأسه إليها فقالت الجارية إن الله عز وجل يقول والكاظمين الغيظ فقال لها قد كظمت غيظي قالت والعافين عن الناس قال قد عفى الله عنك قالت والله يحب المحسنين قال فاذهبي فأنت حر عمر بن عبد العزيز عظب يوما عمر بن عبد العزيز فقال له ابنه عبد الملك رحمهم الله أنت يا أمير المؤمنين مع ما أعطاك الله وفضلك به تغضب هذا الغضب فقال له أو ما تغضب يا عبد الملك قال يا عبد الملك وما يغني عني سعة جوفي إذا لم أردت فيه وأسمعه رجل كلاما فقال له أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان فأنال منك اليوم ما يناله مني غدا ثم عفى عنه ودخل عمر بن عبد العزيز المسجد ليلة في الظلمة فمر برجل نائم فعثر به فرفع رأسه وقال أم جنون أنت فقال عمر لا فهم به الحرس فقال عمر ما إنما سألني أم جنون فقلت له لا المهدي قيل غضب المهدي على رجل فدعا بالسياط فلما رأى شبيب شدة غضبه وإطراق الناس فلم يتكلموا بشيء قال يا أمير المؤمنين لا تغضبن لله بأشد مما غضب لنفسه فقال خلوا سبيله عبد الله بن عون روية عن القاع النبي قال كان ابن عون لا يغضب فإذا أغضبه رجل قال له بارك الله فيك طبعا نسأل الآن إذا واحد غضبان وتقول له بارك الله فيك تستفزه أكثر بعد يخصير عصبي بعد أكثر أو تقول له اتقي الله تستفزه بعد أكثر لا حول ولا قوتي الله بالله وكان ابن عون ناقة يغزو عليها ويحج عليها وكان بها معجبا فأمر غلاما له يستقي عليها فجاء بها وقد ضربها على وجهها فسالت عينها على خدها فقلنا إن كان من ابن عون شيء فاليوم قال فلم يلبث أن نزل إلينا فلما نظر إلى الناقة قال سبحان الله أفلا غير الوجه بارك الله فيك أخرج عني اشهدوا أنه حر الفضيل بن بزوان عن أبي رزين قال جاء رجل إلى الفضيل بن بزوان فقال إن فلانا يقع فيك فقال لأغيظن من أمره يغفر الله لي وله قيل من أمره قال الشيطان رفض الآمن يا أمرك بأنه أنت تتكلم وتغيظ وتغضب وخذوا أحبة الأكارم هذه المسائل المتفرقة عن الغضب والعصبية تتولد المعاصي من الغضب والشهوة المعاصي كلها تتولد من الغضب والشهوة ولما كان نهاية قوة الغضب القتل ونهاية قوة الشهوة الزنا نهاية قوة الشهوة الزنا نهاية قوة الغضب القتل جمع الله تعالى بين القتل والزنا وجعلهما قارينين في سورة الأنعام وسورة الإسراء وسورة الفرقان وسورة الممتحنة أو الممتحنة غضب نهاية الغضب قتل شهوة نهاية الشهوة الزنا وجمع الله بينهما بين القتل والزنا في هذه السور التي أنا ذكرت لحضراتكم غالب من يتصف بسرعة الغضب من؟ ذكر بعض العلماء أن أغلب من يتصف بسرعة الغضب هم النساء والصبيان والشريح والبخيل وضعيف النفس من الرجال قال الراغل أسرع الناس غضبا الصبيان والنساء وأكثرهم ضجرا الشيوخ وقال ابن مسكويه ونحن نجد الصبيان أسرع غضبا وضجرا من الرجال والشيوخ أكثر من الشبان ونجده في رذيلة الشره الإنسان الشره فإن الشره إذا تعذر عليه ما يشتهي غضب وشاجر على من يهيئ طعامه وشرابه من نسائه وأولاده وخدمه وسائر من يلابس أمره والبخيل إذا فقد شيئا من ماله تسرع بالغضب على أصدقائه ومخالطه وتوجهت تهمته إلى أهل الثقة من خدمه ومواليه وهؤلاء الطبقة لا يحصلون من أخلاقهم إلا على فقد الصديق وعدم النصيح وعلى الذنب السريع واللوم الوجيع وقال الغزالي المريض أسرع غضبا من الصحيح والمرأة أسرع غضبا من الرجل والصبي أسرع غضبا من الرجل الكبير والشيخ الضعيف أسرع غضبا من الكهل وذو الخلق السيء والرذائل القبيحة أسرع غضبا من صاحب الفضائل فالرذيل يغضب لشهوته إذا فاتته اللقمة ولبخله إذا فاتته الحبة حتى أنه يغضب على أهله وولده وأصحابه فأنتوا شوف يعني سبحان الله كلها أخلاق سيئة البخيل الشريح سيء الخلق كلهم هذولا ليتصفون بهذه الصفة سبحان الله فأنت تعرف من أنه العصبي ما يخرج من هؤلاء الصبي من الألفاظ المترادفة للفظة غضب حرد تلظ اغتاض ترغم استشاط تضرم حنق أسف نقم صخط ووجد وأحفظ وأضمر هذه ألفاظ مترادفة للفظة الغضب أو العصبية الحليم يعرف عند الغضب يروى أن لقمان رضي الله عنه قال لابنه ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة مواطن لا يعرف الحليم إلا عند الغضب ولا الشجاع إلا في الحرب ولا تعرف أخاك إلا عند الحاجة إليه وقال عبد الملك بن مروان إذا لم يغضب الرجل الرجل لم يحلم لأن الحليم لا يعرف إلا عند الغضب وعن يحيي بن أبي كثير قال لا يعجبك حلم مرئ حتى يغضب ولا أمانته حتى يطمع فإنك لا تدري على أي شقيه يقع لا أحد يحكي لي على الأمانة وأنت ما وقعت فيها بأنه أنت شوف أنه أنت حفظت الأمانة ولا أنت طمعت فيها زين كذلك لا تحكي لي أنه أنت حليم ولا لا إلا إذا صارت عندك قضية غضب واستوجب الغضب وأنت ملكة نفسك وذكر أن رجلا من التابعين مدحه رجل في وجهه فقال له يا عبد الله لم تمدحني أجربتني عند الغضب فوجدتني حليما قال لا قال أجربتني في السفر فوجدتني حسن الخلق قال لا قال أجربتني عند الأمانة فوجدتني أمينا قال لا فقال ويحك ما لأحد أن يمدح أحدا ما لم يجربه في هذه الأشياء الثلاثة أجربتني عند الغضب فوجدتني حليما أجربتني في السفر فوجدتني حسن الخلق أجربتني عند الأمانة فوجدتني أمينا وكان الشعبي من أولع الناس بهذا البيت ليست الأحلام في حين الرضا إنما الأحلام في وقت الغضب وقال الحسين بن علي المصري المعروف بابن المغربي وليس حليما من تقبل كفه فيرضى ولكن من تعضوا فيحلموا بالعض يبين غضب الناس أهوى من غضب الله قال ابن حزم إن لم يكن بد من إغضاب الناس أو إغضاب الله عز وجل ولم يكن لك مندوحة عن منافرة الحق ومنافرة الخلق فأغضب الناس وناثرهم ولا تغضب ربك ولا تنافر الحق أيهم أهوى أغضب الناس أو غضب الله عز وجل وصفة من يتخذ صديقا قال جعفر بن محمد لابنه يا بني من غضب من إخوانك ثلاث مرات فلم يقل فيك سوءا فاتخذه لنفسك خلا ثلاث مرات احنا من أول غضبة انكت الأول والتاري الجريد التاريخ كله ما تعرفون واحد ثلاثة أربعة خمسة عشر يا بني من غضب من إخوانك ثلاث مرات فلم يقل فيك سوءا فاتخذه لنفسك خلا لا إله إلا الله إذن على هذا الكلام أنا ما رح أتخذ ولا واحد خلا ولا أنتم أيضا رح تتخذون أخلا لأنه عند أول غضبة أي كتون الأول والتاري مو ثلاث مرات مو ثلاث مرات قال ابن الجوزي قال الفضيل ابن عياض إذا أردت أن تصادق صديقا فأغضبه فإن رأيته كما ينبغي فصادقه وهذا اليوم مخاطرة لأنك إذا أغضبت أحدا صار عدوا في الحال والسبب في نسخ حكم الصفة أن السلف كانت همتهم الآخرة وحدها فصفت نياتهم في الأخوة والمخالطة فكانت دينا لا دنيا والآن فقد استولى حب الدنيا على القلوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الغضب أحبة الأكارم صفة فعلية خبرية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الغضب لله عز وجل بوجه يليق بجلاله وعظمته لا يكيفون ولا يشبهون ولا يؤولون كمن يقول الغضب إرادة العقاب ولا يعطلون والله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم قال الله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم وفي الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغليب غضبي وفي رواية سبقت غضبي لماذا يوصف الله بالغضب دون الحزن الإنسان الغضب هو الذي يتصور نفسه أنه قادر على أن ينفذ لأن من لا يستطيع لا يغضب ولكنه يحزن ولهذا تذكرون مر معانا بالحلقة الجزء الأول الغضب والحزن لكنه يحزن ولهذا يوصف الله بالغضب ولا يوصف بالحزن لأن الحزن نقص والغضب في محله كماله زين كتب أبو بكر إلى ابنه بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضان فإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان قال ابن القيم رحمه الله إنما كان ذلك لأن الغضب يشوش عليه قلبه وذهنه ويمنعه من كمال الفهم ويحل بينه وبين استفاء النظر ويعفي عليه طريق العلم والقصد طبعا هذه كلها متفرقات فيما يتعلق بالغضب من هنا وهناك حتى أنا أكمل لك الموضوع من جميع الجهات والآن جاء دور القصص التي تحبوها وإليكم القصة الأولى كان يوجد طفل صغير تحبه إسرته جدا وتتمنى له أن يصبح أحسن إنسان إذ كان طيبا وحسن الأخلاق لكن عيبه شيء واحد وهذا الشيء الواحد يبعد عنه المحيطين به وأنه كان سريع الغضب العصبية ولا يعرف كيف يتحكم في أعصابه ففكر والده كيف يبعد هذه الصفة عن ابنه وأخذ يفكر فيه طريقة إلى أن وصل لحل يساعد ابنه على تملك أعصابه فذهب له وقال له أني أحضرت لك كيسا ممتلئا بعدد كبير من المسامير عليك أن تقوم بدق مسمار واحد في كل مرة تشعر فيها بالغضب في سور خشبي موجود بالمنزل ففعل الطفل ذلك حيث اعتبرها الطفل كأنه لعبة لطيفة قدمها له والده ولم يكن يدرك مغز هذه اللعبة وفي كل مرة شعر الطفل فيها بالغضب دق مسمارا على السور الخشبي في أول 24 ساعة من اللعبة دق ثلاثون بسمار وفي نهاية اليوم حزن الطفل على عدد المسامير التي دقها إذ تمثل ضعف إرادته للتحكم في أعصابه ومن هنا بدأ الطفل يغير من شخصيته ليكون أقل غضبا وانفعالا وبمرور الأيام أصبحت لحظات غضبه تقل بالتدريج يشوف البسامير لا يدقها كثيرة ففي الأسبوع الأول من محاولته لتعديل سلوكه استطاع أن يدق 25 بسمار ومرور الأسابيع والشهور بدأت لحظات غضبه تقل حتى تختفي وفي أحد الأيام استطاع الطفل السيطر على عصابه لدرجة أنه لم يدق أي بسمار ومن شدة فرحته يذهب لوالده ليسرد له هذا لكن الأب ماذا طلب من الأبن؟ تغيير وتعديل جزء من اللعبة إذ يقوم بسحم بسمار واحد من المسامير التي دقها في اللوحة الخشبي في كل يوم لا يغضب فيه وبمرور الأيام والأسابيع استطاع الطفل النجاح في السيطر على عصابه وإخراج كافة المسامير من اللوحة الخشبي وذهب لوالده ليخبره أنه نجح في إخراج المسامير كلها وعدم وضبه لعدة أسابيع متواصلة فرح الأب وأخذه وذهب به وين؟ إلى اللوحة الخشبي وقال له انظر إلى كل هذه الثقوبة الموجودة باللوح نتيجة دق المسامير هذه الثقوب تمثل جروح في القلب عندما تغضب وتنطق بألفاظ جارحة للآخر مثلما الثقوب موجودة بعد سحبها من اللوحة الخشبي كذلك الجروح تكون موجودة في قلب الشخص الذي غضبت عليه حتى لو قدمت الاعتذار والأسف له وهنا تعلم الطفل مغز الدرس ووعد أسرته أنه لن يجرح أي شخص بعد الآن وأنه سوف يتغير حيث كان لا يدرك خطرة هذا الفعل على من حوله وأيضا المساعدة في التعرف على أضرار الغضب على الفرد والمجتمع القصة الثانية تحكي القصة أن هناك طفل صغير يحب اللعب إذ قام بشراء كرة قدم قرر أن يلعب بها في البيت ذات يوم كسر أحد نصابيح المنزل دون قصد أثناء لعبه عندما علم الأب ذلك ضرب الطفل بواسطة لوح خشب قديم تألم الطفل كثيرا من ضرب والده وبعد انتهاء الأب من ضربه ذهب الطفل إلى غرفة نومي حزينا باكية ونام نوما عميقا من كثرة البكاء والألم في الصباح الباكر ذهبت إليه أمه إذا رأت قدم ولدها متورم من كثرة الضرب ذهبت به إلى المستشفى بصحبة الأب قال الطبيب أنه لا بد من إجراء عملية جراحية للإبن لقطع قدمه إذ كان اللوح الخشب قديم للغاية وأصاب قدم الطفل بتسمم من كثرة صدأ اللوح وهنا ندم الأب على غضبه وعدم تملكه على أعصابه ومات منتحرا بعد رؤيته ابنه بلا قدم بسببه وهنا نتعلم خطورة الغضب والانفعال على المحيطين حولنا أما القصة الثالثة والأخيرة قصة الجار العصبي كان هناك رجل يعيش في إحدى المدن واعتاد بعض الأطفال على اللعب في الشارع يصادف المكان أمام منزله كل يوم يأتي الأطفال للعب وبسبب الضوضاء والصوت العالي الصادر منهم كان يخرج الجار من الشرفة بغضب شديد ثم يقول أيها الصغار المزعجون اذهبوا بعيدا عن منزلي ثات يوم جاء الصغار للعب وبعد وقت طويل لاحظوا أن الجار لم يخرج خاصة أن الأصوات تعالت كثيرا عن السابق اجتمع الأطفال وذهبوا للإطمئنان على الجار ليجدوه مريضا وعلى الفور قدموا له المساعدة شعر الجار بالحرج بسبب مساندة الصغار له وخجل من تصرفاته معهم واعتذر لهم جميعا وأدرك أن الغضب مدمر ويسبب المشاكل لصاحبه أتصور أنه اتكلمت بما فيه الكفاية عن العصبية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلة وأن يهدئ نفوسنا وأن يجعلنا من الكاظمين الغير والعافين عن الناس حتى نصير من المحسنين والله يحب المحسنين اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر